قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة استدعاء الزوج الأول لأستاذة مادة الفيزياء التي تزوجت برجل آخر وهي لازلت مرتبطة بزوجها الأول وحسب مصادر محلية فمن المرتقب أن تفتح النيابة العامة تحقيقا لكشف خيوط وملابسات هذه القضية وكيفية الترخيص للزوجة بالارتباط بزوج ثاني وحصولها على شهدة العزوبة وذلك على خلفية التصريحات الإعلامية التي أدلى بها زوجها الأول ومن المرتقب أن يكشف هذا التحقيق عن الموظفين الذين كانوا وراء منح الزوجة شهدت العزوبة بسبب تورطهم في تزوير محرارات رسمية وأوضحت المصادر أن الزوجة تزوجت برجل ثاني بسبب ضغط أفراد عائلتها التي اعتبرت دخوله السجن فضيحة وعار على العائلة علما أنها لم ترزق بالأولاد منه الزوج كان قد أمضى عقوبة سجنية طيلة ست سنوات منذ سنة 2013 إلى 2019 حيث صرح أن زوجته انقطعت عن زيارته سنة 2016 مبرزا أنه بعد إطلاق صرحه اكتشف زواجها من شخص آخر وهو لم يطلقها بعد وذلك بعد الإدلاء بوصائق رسمية مزورة لإتمام الزواج بقسم قضاء الأسرة بمكناس سنة 2017 ذلك حسب تصريحه المصير